اهلا وسهلا بالجميع بأسبوع جديد وأخبار جديدة معكم عمر الجربي أخصائي علاقات العملاء بـ FP Markets مثل كل مرة بحب ذكر الجميع أنه إعداد المحتوى وتصوير وتحميل الفيديو بياخد وقت فمن الضروري أنكم تعملوا جولة على الأخبار قبل اتخاذكم أي قرار استثماري بهذا الأسبوع لحنا نتناول أخبار الشرق الأوسط الأخيرة يلي هي اللي ستكون بكثافة معنا لليوم كونه هي الأخبار المتصدرة بالأون الأخيرة شهدنا هجوم إسرائيلة على السفارة الإيرانية بسوريا وأدى لمقتل عدد من المتواجدين بهذه السفارة ومنها قادة من بعدها قامت إيران بالتواعد بالرد على الاحتلال الصهيوني وبالفعل أرسلت عدد من الصواريخ لإسرائيل ولكن فشلت بضرب الأهدف وهذا كان الفشل لعدة أسباب منها استخدام إيران أسلحة ضعيفة وبطيئة نسبيا بعدين كان فيه تدخل أردني بإسقاطة قبل وصولها لإسرائيل هلأ طبعا هذا ما بيعني أنه الأردن هي منحازة لدولة الاحتلال ولكن عم تسعى لإبقاء الأمور تحت السيطرة حاليا إسرائيل توعدت بالهجوم على إيران بدون ما تحدد تاريخ لهذا الهجوم ولكن نحن هلأ بصدد ترقب الأخبار لنشوف شو اللي لح يحصل من بعدها مننتقل لح أعرض لكم هون ليستة يلي كان طبعا هيدول الهجمات على السفرات منا شي جديد فهو شي قديم وعم بيصير دايما معنا حأعرض لكم اتنين من اللائحة يلي هي أولا لائحة الهجوم ضد السفرات الإسرائيلية وهي عادة كانت إيران تستهدي في السفرات الإسرائيلية بغير بلاد من خلال التفجيرات اللي بتصير أما مقارنة بالهجمات اللي بتعملها الإسرائيل أو تحديدا المساد الإسرائيلي فهو بيكون عبر عمليات اغتيال بالقون الأخير اللي نحن شفنا أنه إسرائيل استخدمت طريقة أو تكتيك إيران اللي كانت تستخدمه من قبل وهذا كان شي مفاجئ يعني هل هذا شي بيدل عن ضعف إسرائيل أو المساد بتحديدا ولا هل فيه رسالة عم تحاول توصلها دولة الإحتلال طبعا نحن هوني عم نشوف أنه أول عمليات التفجيرات اللي صارت كانت بسنة 69 طبعا ما رح أعرضنوا كلهم عليكم ولكن بكتفي بأنه أعمل نظرة سريعة على هيدول الأرقام بداية كانوا عدة هجمات بعدة بلدان منها قبرص القاهرة الفلبين تركيا، بانكوك، لندن، ألمانيا نحن نتوجه لسنة 2023 يلي هي كانت ببيجينغ الصين طبعا كان في عملية هجوم باستخدام السكين أو السلاح الأبيض بالإضافة كان بستوكهولم السويد سنة 2024 ب31 يناير كمان كان فيه عملية تفجير ولكن تم تفجير هيدل القنبلو إذا بدكن بتحكم من السلطات السودية وأخيرا معنا بـ 21 مارس بنيذرلند كان فيه هجوم على السفارة الإسرائيلية ولكن طبعا هو كب أبجيكت أو شيء مشتعل على السفارة وتم إلقاء القبض علي ننتقل لـ طبعا هنا نحن حشان المقارنة طبعا أول هجوم كان إيراني إلى أو على السفارة الإسرائيلية كان بسنة الـ 69 مثل ما ذكرنا أما من قارن عن أول هجوم إسرائيلي أو أول عملية اغتيال إسرائيلي كانت في مصر فكانت بسنة الـ 56 أي قبل عدة سنوات من أول هجوم إيراني فأيضا لحن نرجع لنعرض عليكم بشكل سريع هدول الهجمات مثل ما قالنا أول هجوم كان بالـ 56 هجومين بالـ 56 في عمان وغزا بيرجع عنا جميع السنين يلي كانوا مثلا بفرنسا، بقبرص، بلبنان، اليونان ألمانيا والبرازيل، بلجيكا وغير من الهجمات إذا منلاحظ الكم أيضا ففيه فارق واضح بعدد الهجمات اللي صارت من الطرفين وصولا إلى آخرها يلي كان بعشرة مارس الـ 24 يلي هي ضربة الطيران أو الضربات الجوية يلي نفذتها إسرائيل ننتقل للخبر التالي أو الخريطة الفلسطينية فبحب أول شيء أذكر عن التراجع الجيش اللي حكينا عنه بالمرة الماضية لما انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى شمال قطاع غزا ضربات بعدها مثل ما هي وعن نشوف فيه إزديات كما مقارنة بالأسبوع الماضي مع تحرك بسيط من المقاومة الفلسطينية بتقريبا منتصف شمال القطاع وشمال أقصى القطاع وبعده القصف على جنوب قطاع غزا مستمر وفيه تحركات عسكرية يلي هي لتأمين المنطقة وضمان السيطرة فيها أما بالنسبة لقطاع غزا عفوا إلى الضفة الغربية فهنا عم نشهد أنه فيه سيطرة للجيش الصهيوني في عدة مناطق وتنفيذ عمليات عسكرية داخل هذه المنطقة بالإضافة إلى نقل الدفاع الإسرائيلي إلى الضفة الغربية وهذا طبعا للسبب أنه الضفة الغربية بتشكل نقطة عمية لدولة الإحتلال وبالتالي طبعا بما أنه هي عم توسع نشاطاتها العسكرية داخل وخارج فلسطين فعم تاخد احتياطاتها مثل ما بنقول أنه عم تشوف كيف بدها تأمن أكبر قسم ممكن من البلد لحتى تقدر تتصدى بعدة جبهات يلي هي عم تعملها أما بشمال فلسطين وجنوب لبنان فالعمليات لازالت مستمرة من الطرفين طبعا هنا عم نشوف في التحركات اللي بالأزرق مثل ما نحن عم عودين دايما أنه هي للاحتلال الصهيوني واللي بالأحمر في جنوب لبنان هي للمقاومة اللبنانية ممتاز الآن لح اكتفي بعرض كمان مقارنة ما بين الجيش الإيراني والجيش الإسرائيلي من ناحية القوة العسكرية فمنشوف أنه إيران هي تحتل يعني أقوى من الاحتلال الصهيوني طبعا ترتيب إيران العسكري عالميا هو بالمرتبة الأربع عشر أما إسرائيل فبيحتل المرتبة السبع عشر أو السبع عشر بالنسبة للقوة الجوية فإسرائيل هي أقوى من إيران عسكريا من ناحية القوات الجوية الطائرات إلى آخره بالأخص أنه في عند دولة الولايات المتحدة اللي هي تحتل المرتبة الأولى عالميا من ناحية الجيش قوات الجيش فطبعا هي عم تدعم إسرائيل من هذه النحية من الطيران وإلى آخره وبالتالي إسرائيل تفوقت على إيران بهذه النحية أما من ناحية القوات الأرضية والآليات وإلى آخره فإيران بتتفوق على إسرائيل أيضا بعدة مجالات يعني حتى من البحري حتى من الريسورسيز اللي هن الموارد إذا بتكون طيب تتفوق عليها وحتى ماديا إيران بتتفوق على إسرائيل طبعا لأنه هي أكبر واقتصادة أقوى وأقدم من دولة الاحتلال وبالتحركات اللوجستية أو التنظيم اللوجستي فأيضا بتتفوق إيران على إسرائيل أما جغرافيا وبالتالي إذا نحن بدنا ندرس طبيعة الهجوم اللي ممكن تكون من إيران فدايما نحن بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه الفرق ما بين الوصول يعني لاحتكاك إذا بتكون طبعا إذا إسرائيل تدخل مع إيران بحرب على الجيش أرضيا فما في إلى أي قوة إسرائيل وبتفشل سريعا فنقطة قوة إسرائيل هي الجو باستخدام الجو دفاعيا إيران قوية جدا من ناحية الدفاع يعني الطريقة الوحيدة اللي ممكن أن إسرائيل تتفوق على إيران بشن هجوم كثيف إذا بتكون مكثف وسريع لحتى يكون متشتت دفاع إيران ولكن شو ممكن أن تستخدم ما بعرف أما بالنسبة لإيران فهني بتفوقوا فيهم بتفوقوا عليهم من ناحية العسكر التنظيم التدريب العدد بالأخص أنه إيران في عندهم الوحدة يلي هي بسموه Islamic Revolutionary Guard Corps يلي هي هيدا الوحدة اللي بتتفادى إسرائيل أنها تحتك معا لأنه مش شيء بتطمح لأنه تحتك فيه بيتفوقوا عليها بالعدد وبيتفوقوا على إسرائيل كمان بالتنظيم والتدريب والقوة يعني هذا اللي عم نشوفه نحن حاليا أما بالنسبة للأسلحة الباليستية الإيرانية فنلقي نظرة على خريطة إيران وهذا المدى الأقصى يلي هو باللون الأخضر اللي عم نشوفه اللي ممكن أنه توصله الأسلحة الباليستية الإيرانية هلأ ما بيعني هيدا الشيء أنه طبعا هي اللي احتهجم على كل هيدول البلاد لا ولكن هيدا مديها هيدا المدى اللي بتقدر أنه بنجاح تنفذ عملياتها ومنشان هك ببداية النشرة قلت أنه كان الأسلحة اللي استخدمتها إيران بآخر هجمي وعملتها على إسرائيل كانت ضعيفة وبطيئة لأنه مثل ما عم نشوف القوة العسكرية لإيران هي أقوى من هك بكثير فشو السبب أنه استخدمت هيدول الأسلحة مما بنعرف بترك الموضوع لأقلكم لحتى تحكم بالإضافة عن أخبار إيران فإيران وقفت عمليات الإنتاج النووي وحركت القسطول الدفاعي إلى موقع آخر إذا بدكنت وأغلقت هيدا الإنتاج النووي يعني ممكن يكون فيها هيدا بيدل على تخطيط أو تنظيم آخر لأن طبعا هي عم تتوقع الآن هجوم إسرائيل على الأراضي الإيرانية فطبعا بدأت تأخذ احتياطاتها بدأت تأمن نفسها بدأت تضمن أن هيدول الضربات يكونوا أقل خطر على الأراضي الإيرانية والجيش بشكل خاص وحتى الشعب المدني يعني بنهاية المطاف الشعب المدني له حصة بهيدول الضربات ننتقل إلى بايدن طبعا حاليا بايدن مثل اللي عم بيمشي على حبل فمرة بيكون على اليمين مرة بيكون على الشمال يعني اللي يوازن نفسه ولكن الوقعة بحال صارت لح تكون كتير مئذية بحق الـ USA بحق بايدن تحديدا أو بحق الولايات المتحدة فهون مرة بايدن بده وقف اطلاق النار مرة بايدن ما بده وقف اطلاق النار وعم نشوفه كتير بالأحداث أو الأمن الأخيرة فهذا الشي خلينا نشوف أو بالأحرى بيدل على توتر لبايدن فهذا طبعا بايدن متوتر بايدن مش عارف ياخد قرار بياخد قرار من ميلي وبيرجع بتراجع عنه من ميلي تانية بالإضافة لمشاكل الانتخابات وعم بيلاحظ بايدن انه هو عم يسقط انتخابيا مقابل ترامب طبعا ترامب مثل ما بنعرف نحن انه هو بيهتم بالأمور الداخلية الأمريكية أكتر من العلاقات الخارجية وإذا كان بيهتم بالعلاقات الخارجية فهو بيهتم فيها من ناحية البزنس بينما بايدن هو عم يهتم أكتر بالعلاقات الخارجية عسكريا وبدو يولع الأمور دايما بأوروبا بالشرق الأوسط المهم بدو يولعه فهذا كمان بايدن كمان عم نشوف كيف تصرفاته عم تكون كيف قراراته عم تكون بالإضافة كمان حركة من بايدن عملها أخيرا يلي هي طلب إطلاق صراح يعني اللي اكتشف أو اللي عمل الويكي ريكس من بعد ما كان هو تمت محاكمته أو تمت إدانته بدون محاكمة وهذا كان شي ضد القانون يعني هلأ عم يطلب أنه يفرج عنه وهيدي بمحاولة يعني إذا أقل ما يقال عنه أنه محاولة يأسة من بايدن لحتى يقلب موازين الانتخابات والعالم هذا يعني مننا غبي العالم أو الشعب الأمريكي مش غبي لحتى يلاحظ محاولات بايدن وهذا الشي هيسبب نفور أكبر من بايدن إلى صالح ترامب ننتقل من بعضها إلى أخبار اليمن بأخبار اليمن في نجاح السعودية بالسيطرة من خلال الضربات جنوب السعودية أو شمال اليمن مع الحوثيين بأخبار البحر في تراجع والضربات على السفن البحرية وهذا طبعا لانشغال الحوثيين بالدفاع الداخلي طبعا يعني العم يورو فيه داخليا بيصرف جهد وبيصرف وقت وبيصرف تنظيم ومفاجآت تحمله على مدى الطريق فكان فيه تراجع بالضربات على السفن البريطانية مثل ما كنا معاودين عليهم ننتقل طبعا لأخبار روسية وأوكرانيا فمنمرق عليها بشكل سريع كونه الأحداث ما كتير تغيرت طبعا بعض العمليات الروسية شغالة بأوكرانيا وبعضهم عم يمارسوا الهجمات اللي كانوا عم يعملوها ماشي حالون مسيطرين روسية ولكن أعلنت روسية أنه هتزيد إنتاج الدبابات اللي هي عم تعملوا يعني بلشت بإنتاج دبابات جديد طبعا كنا نفاكرين نحن روسية أنه أصبحت ضعيفة اقتصاديا أو ماديا نزا بدنا نحكي بسبب الإغلاقات اللي صارت بسبب الحصار اللي عم يفرضوا العالم عليها تجاريا واقتصاديا فكنا نحنا نتوقع أنه ضعفت روسية ولكن بحركة مثل إنتاج الدبابات فهي ده بتقلب الموازين أو بتتغيرنا رأينا يعني بدل من نكون نحنا نفاكرين أنه روسية أصبحت ضعيفة فأثبتت لنا أنه لأ منا ضعيفة أنه بعد فيها عندها سيولة قادرة أنه تستخدمها بإنتاج الأقلية العسكرية هلأ شو بيأثر هيدا الشي كله طبعا نحنا عم نشوف الدهب وصل صار كاسر الرقم القياسي أكتر من أربع مرات لهيدا الشهر عم يوصل لسعر جديد وعم بيقرب على سعر 2400 دولار للأنصة فهيدول طبعا يعني بشكل مباشر بدأ تصب بخانة الدهب ليش لأنه الدهب مثل ما بنعرف كلنا كمستثمرين أنه هو يعتبر مالات آمن بحالات مثل الحرب العالم تلجأ للدهب تاخد فلوسها من البنك تاخد المدخرات اللي عملتها الفلوس اللي حتتها على جنب بتبيع أشياء كانت ربما تستخدم للرفاهية وبتروح بتشتري فيهم دهب لأنه صار ما صار الواحد إذا فل من بلده والعاني الحرب وين ما راح بأي بلد بالعالم قادر يمسك هيدا الدهب اللي شاريهم يصرفهم ياخد عملة البلد اللي هو فيه ويعيش بأمان بدون ما تخسر عملت قيمتها بينما إذا تركوها بالروبل ولا تركوها بعملة أخرى مثلا مثل الليرة مثل أي عمل الواحد ممكن يكون عم يستخدمها ببلده فهي لح تسقط قيمتها وهذا اللي حنشوف اللي شفناه دايما بحالة الحرب دايما البلد بيتأذى اقتصاديا عملته بتنهار حتى الدولار الأمريكي وصل لانهيار صاحق كمان كان معنا من بعد ما كان حقق ارتفاع أول مرة بتوصلوا فهي دول الحالات هي اللي بتأثر بشكل مباشر على العرض والطلب على الذهب طبعا بحال صار في وقف طلق نار أو صار في سلام وقف الحرب كلها فمن الطبيعي انه نرجع نشوف الذهب عم بعدل سعره نحكي نحنا بعدل من بعد هيدا الارتفاع يعني ساعتها بيكون الذهب ممكن ينزل هلا طبعا بهيدا الفترة ممكن ينزل الذهب لعدة أسباب منا مثلا قوة الدولار أو تحركه ولكن اللي عم اللاحس كمان بطل فيه هيدا الترابط اللي كنا متعودين عليه انه والله الدولار بيرتفع الدهب بينخفض والعكس صحيح بطلنا عم نشوف هيدا الموضوع بكثافة أو بكثرة بس صارنا عم نشوفه العكس احيانا عم يرتفع الدولار والدهب مع بعض واشيانا مش عم قليل لا ينزل الدهب فهلأ شوي الأوضاع الاقتصادية أو حالة السوق بشكل عام منا طبيعية لأنه في هيدول الأحداث اللي عم بتصير وأحداث عم تكون مفاجئة وما حدا عم بيكون متوقع بالأخبار بخصوص الأسهم هلأ كنا بالمرة الماضية عم نحكي عن انه تسلا في عدم موازنة ما بين الانتاج اللي عم تعمله والطلب على تسلا فالطلب على تسلا هو كتير مرتفع مش عم تلحق تسلا انه ما عنده مصانع وما عنده يد عاملة أو ما عنده المواد الأولية لأنه تستخدم هيدول بتصنيع السيارات الكافي لأشبيع السوق فهيدا الشي عم بيخلي السعر السهم انه يتدهور طيب سؤال وانحنا بنعرف كمان دايما انه بناءا على العرض والطلب لما يكون العرض عالي عفوا الطلب عالي والعرض قليل فالطبيعي انه يرتفع السعر طيب ليش عم يخفض بكل بساطة في شيء اسمه حالة نفسية للمستثمر يعني هون نحنا عم نحكي عن التخوف للمستثمرين يعني اليوم انا عم بستثمر بشركة تسلا وعم بعرف انه شركة تسلا ما عم تنتج بالظبط مثل ما هي المفروض انه تنتج فانا بكل بساطة بتخوف من هيدا الشركة هل هي لحتستمر هل في شركات اخرى منافسة عم تعمل اشباع لهيدا السوق فبيصير المستثمر شوي ضايع عدا عن انه اذا كنت انا عم بستثمر بمؤشر كامل فطبعا اني لح انسحب من تسلا وروح اتوجه للمؤشر اللي بكون بيتضمن شركة تسلا وغيرهم للشركات المنافسة فانا بضمنحها لك مستثمر انه انا ما عم بستثمر بشي معين لا انا عم بستثمر بعدة اشياء بنفس الوقت فهون هيدا الشي التخوف بيخلي العالم انه تنسحب من تسلا فهيدا الشي عملية البيع لا اسهم تسلا فهون بطلنا عم نطلع على عرض وطلب سيارات تسلا لا فهون نحنا كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار عرض وطلب اسهم تسلا اوكي فهون بيصير انه عم يتراجع الطلب على الاسهم فبالتالي بده ينزل سعر ولكن الطلب على الاقليات بعده متل ما هو نفس الموضوع بيصير معنا بالحرف بشركة بوينج شركة الطيران طبعا هون كمان نفس شي ما عنده اشباع للسوق من ناحية الطلب فبالتالي عم نشوف هذا الانخفاض بسعر السهم بكل بساطة نفس الامور اللي شرحت عن شركة تسلا والعرض والطلب على الاسهم مقابل العرض والطلب على الاليات او المنتج نفسه فبيتطبق بالحرف كمان على شركة بوينج لوين بده يكمل انخفاض شركة تسلا و بوينج ما بنعرف لاي مستوى ممكن يوصل ما بنعرف هل حيصير فيه تصحيح للسعر لحتى نكون اكدين انه لازم يصير فيه تغيير ان كان من ناحية الادارة كان من ناحية السيلز ان كان من ناحية الانتاج لازم يكون فيه تغيير لازم نلمس تغيير لحتى نشوف فيه تحسن بهدول الاسعار بس طالما ما هنو ما فيه تغيير لحد الان متوقع انه الامور ضل مثل ما هي وربما للاسوأ فخلينا نتابع التحركات خلينا نتابع القرارات اللي بيطلع فيها المدير التنفيذي سواء لشركة تسلا ولا سواء لشركة بوينج لحتى نحن نقدر نحكم او نتوقع بالمستقبل شو ممكن يصير وناخد بناء عليها قرارات استثمارية وهذا كان كل شي لليوم طبعا اذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب ليصلكم كل جديد بتمنى للجميع استثمار مثمر وإلى اللقاء الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر